إلى فقرة ضيف التي نخصصها للمشهد في ليبيا فعلى الرغم من النداءات الدولية تتواصل المعارك في محيط العاصمة ترابلوس حيث أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر في وقت سابق عن قصف مطار معيتيقة الدولي كما أكدت تلك القوات استهداف طائرة مسيرة تركية الصنع دون تسجيل ضحايا أو تأثر حركة الملاحة الجوية حول المشهد الليبي ينضم إلينا الدكتور محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية دكتور بن حمو مساء الخير مرحبا بك ما هي صورة المشهد الليبي اليوم بعد أزديد من شهرين على إطلاق خليفة حفتر للهجوم العسكري ضد ترابلوس فعلا المشهد الليبي لم يخرج عن ضبابيته والمشهد الليبي يبدو مع تطور الأحداث أنه يسير نحو المجهول أكيد بأن ما يمكن اعتباره الحرب الأهلية الثالثة التي تعرفها ليبيا الآن ومع هذه العملية العسكرية التي يبدو أنها ستستمر في زمان وتفجر بشكل جلي مختلف تناقضات بين الأجندات الإقليمية والدولية وتظهر كذلك المشهد الليبي بأنه أكثر تعقيدا وأكثر ضبابية وأن الفاعلين في ليبيا تحول الكثير منهم إلى فاعلين بالوكالة وبالتالي هناك بين الفينة والأخرى تطورات قد تدفع بالمشهد إلى تأزيم أكبر أو إلى أحداث أخطر آخرها يعني ما قصف مطار معيتيغا وكذلك يعني ما يمكن اعتباره كذلك يعني إسقاط أو مسلي أو نيل من الطائرة التركية المشار إليها وبالتالي هناك يعني للأسف الشديد وضع يؤكد بأن ليبيا تعيش أزمات متعددة وليست أزمة واحدة بأشكال وجوانب مختلفة ويد سواء دول الجوار بمختلفها أو دول إقليمية أخرى أو دول غربية حاضرة بشكل كبير جدا فتدخل الأجندات تضارب الأجندات تعقد الأجندات الأجنبية هو السائد اليوم في المشهد الليبي طيب ماذا عن احتمالات التوصل إلى هدنها دكتور بن حمو خاصة أن موسكو أعلنت عن رغبتها في التوصل إلى وقف للقتال هناك العديد من المبادرات وأكيد بأن موسكو بدورها تسعى إلى أن تجد موطئ قدم وأن تجد مدخلا داخل المشهد الليبي وهذا السعي يمكن الإشارة إلى مساعي أخرى لجهات أخرى فبالتالي هناك الكثير من المساعي وهناك الكثير من المبادرات ولكن هذه المساعي والمبادرات تبدو في كثير منها بخلفيات لا يمكن أن تقبل لدى جميع المتدخلين فيما يبدو أن الوضع وتأزم الوضع الليبي اليوم هو تعبير أولا عن ما يمكن اعتباره إرادة من يدفعون بخليفة حفتر الذي يسعى إلى أن يتحول إلى نوع من دوغول ليبيا والذي يحلم بأن يكون الرجل الذي يخرج ليبيا من ما هي عليه ولكن الأجندات التي خلفه تتقاطع وتتضارب مع أجندات أخرى وبالتالي إن كانت له قوة الضرب هذه وهي ليست بقوة ضاربة حاسمة يبدو أن الحكومة المعترف بها دوليا حكومة سيد سراج لا تبدو بدورها ورغم هذه الشرعية الدولية وهذا الاعتراف الدولي قادرة على توفير ما يمكن أن يكون داخل معادلة القوة في المشهد الليبي قادرا على تغيير المعادلة فبالتالي ما تعيشه ليبيا اليوم هو تجسيد وتكريس لانقصام بين شرق وغرب ليبيا وهي كذلك مساعي للعديد من الأطراف من الجوار الليبي وخارج الجوار الليبي لهدم الصقف الذي منذ أربع سنوات الآن يعني حافظ على ليبيا والذي كان فضاء لالتقاء الليبيين وكذلك منطلقا لإيجاد الحلول السياسية للأزمات الليبية وهو يعني اتفاق صخيرات فهناك الكثير من المعاول التي للأسف شديد تشتغل ما هي فرص السلام ما هي فرص السلام إذن مقابل فرص الحرب اليوم في ليبيا وهل هناك حضوظ كما أشرت للأمم المتحدة لتطبيق خطتها بشأن ليبيا لا أعتقد بأن الأمم المتحدة تجد نفسها في وضع عجز على تنفيذ مخططاتها أو على الأقل بالأحرى ليس المخططات ولكن تنفيذ توجهها داخل ليبيا والوصول إلى الحل السياسي الذي تؤكد عليه فمنظمة الأمم المتحدة ومع الكثير من الدول لا ترى من حل للأزمات الليبية سوى الحل السياسي والحل العسكري لم يكنوا أن يكون حلا ولكن نراحظنا كيف أن خليفة حفطر نسف في الأمطار الأخيرة يعني كل ما بني في هذا الاتجاه وعجز الأمم المتحدة والعجز الكثير من الفاعلين للحد من تجاوزات خليفة حفطر ثم الدعم الذي يقدمه للسيد السراج يبدو كذلك بأنه غير واضح فضبابية المواقف وعدم الوضوح في المواقف وازدواجية المواقف والهاجس الأساسي الذي بالنسبة للعديد من الدول وهو هاجس المرتبط بالبترول وكذلك المصالح الخاصة داخل ليبيا وتكاتر وتناسل المتدخلين في الملف الليبي اليوم كلها تؤكد بأن هذا المجال للأسف شديد سيستمر في حالة الاضطرابات ويستمر في حالة الاستقرار وبالتالي ما يمكن اليوم الوقوف عنده هو أن الليبيين يجدون أنفسهم مجبرين على التعايش مع حالة اللا أمن والاستقرار التي تعرفها البلاد إذن تقصد دكتور أن الإشكال في ليبيا هو أكثر خارجي منه داخلي محلي أكيد بأن تضارب وتدخل الأجندات الخارجية أصبح وقعه على المشهد الليبي أكبر من تنافر المواقف الداخلية أكيد بأن هناك مواقف للفاعلين داخليا وأكيد بأن هناك تشتت كذلك لهؤلاء الفاعلين وأكيد أن غياب قوة حقيقية يمكن أن تفرض ميزان قوة جديدة وهناك نوع من التشردم داخل هذا المشهد ثم هذا التقسيم الذي أصبح قائما داخل هذا المشهد واستمرار تدخل الأجندات بشكل صارخ ليس سرا اليوم على أن مجموع دول الجوار تتدخل في الشأن الليبي ولها أدرع بداخله والعديد من الدول الإقليمية لها كذلك حضور داخل هذا المشهد ودول أوروبية تتعارض وإن كانت داخل الاتحاد الأوروبي تتعارض مصالحها داخل المشهد الليبي وأخرى غير أوروبية كذلك يمكن أن نقول بأن هناك أزيد من 12 أو 13 دولة أجنبية لها تدخل مباشر أو غير مباشر في المشهد الليبي فبالتالي هذه الأجندات وتعقيد هذه الأجندات وتضارب المصالح وتضارب كذلك الأهداف له ووقعه على الداخل الليبي طيب والغريب أن الوضع في ليبيا في الحقيقة هو يؤثر أو يهدد أمن منطقة ككل وليس فقط الداخل الليبي إلى أي حد دكتور بن حمو يساهم هذا الوضع غير المستقر الذي وصفته لنا في ليبيا في انتعاش الجماعات الإرهابية خصوصا تنظيم داعش أكيد بأن هذا الوضع لا مستقر وأكيد بأن ما تعيشه ليبيا اليوم من انهيار للدولة ومن غياب كذلك لسلطة قادرة على ملء مختلف الفراغات يمنح مساحات كثيرة لتنظيمات الإرهابية وللفاعلين الإجراميين نحن نعلم بأن التنظيمات الإرهابية يعني تعيش وتتنفس من الفراغات ومن الهشاشات وتقتات منها وليبيا اليوم كمجال لنزاعات متعددة تفسح هذه الفرصة وبالتالي أصبحت ليست فقط ملادا لكثير من التنظيمات الإرهابية بما فيها داعش وكذلك لكثير من المقاتلين الإرهابيين الأجانب وغير الأجانب داخل ليبيا ولكن حتى الجريمة الدولية العابرة للحدود بمختلف أنواعها أصبحت تنشط بشكل كبير في المجال الليبي ولذلك تأثير ليس فقط على الوضع الليبي الداخلي وإبقاء على عوامل الاستقرار والأمن والإبقاء على الهشاشات التي لا تساعد على الخروج من المأزق الليبي ولكن هناك تدعيات على مناطق مجاورة حيث أن ليبيا يمكن اعتبارها اليوم البوابة التي تغضي مجالا رخوا ومجالا يمكن اعتباره كذلك ملادا كبيرا لهذه التنظيمات وهو الشريط الساحل الصحراوي أشكرك جزيلا شكرا دكتور محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدرسات استراتيجية على كل هذه المعطيات القيمة شكرا لك